اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمر بن حبريش العلي على الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في مديرية غيل بن يمين وناقش الوكيل بن حبريش مع مدير مشروع الأشغال العامة بحضرموت والمهرة والسقطرة المهندس عبد الرحيم حوري سير تنفيذ مشروع تحسين مدينة المكلة الممول من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس ومنها استكمال تنفيذ مشروع مجاري منطقة الكودة بالمكلة بكلفة 183 ألف دولار والذي يشمل خطوط رئيسية بطول 206 أمتار وأخرى فرعية بطول 2 كيلو و83 مترا وأشار حوري إلى أن مشروع شبكة المجاري في الكودة الذي أنجز خلال خمسة أشهر يأتي ضمن مشروع تحسين مدينة المكلة الذي يتضمن تنفيذ 11 مشروعا في المدينة ترجمة نانسي قنقر